اخص عليك مايكا اخص هلو الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 ليش نكره مايكا بيل مايكا بيل على حسب اراء الاشخاص اللي لعبوا لعبة Red Dead Redemption 2 واحد من اكره الشخصيات في تاريخ روكستار كامل ففي هذا المقطع رح نناقش بعض الاسباب اللي رح تخليك تكره مايكا بزيادة وزيادة وزيادة اولا مايكا بيل ولد عام الف وثمانمية وستين ميلادي ومايكا بيل كان دائما دائما مع والده في جميع رحلاته وترحاله وايضا مايكا بيل جميع افعاله مشابهة جدا لأفعال والده مايكا بيل الاب والد مايكا بيل كان مجرم كبير جدا جدا ولا يبالي بالكبير والصغير انسان او حيوان كان مجرم كبير جدا ويقتل بوحشية كبيرة جدا مايكا بيل الاب اقحم مايكا بيل الابن في جرائمه من عمر صغير جدا تقريبا كان عمر مايكا بيل 17 عام فقط نرجع في الزمن شوية عام 1877 ميلادي مايكا كان مع ابوه هاربين من العدالة بسبب قتل شخصين تم قتلهم بشكل بشع جدا ومقرف بشكل كبير جدا حيث تم العثور على الجثتين مشنوقين اضافة الى العديد من الطعنات في الجسم وعلى حسب الطفولة اللي عاشها مايكا بيل نقدر نقول كيف راح يكون مايكا الكبير او كيف راح يكون مايكا لما يكبر اكيد راح يكون قاتل مخادع غير متوقع وقاتل بدم بارد تم تقديم مايكا بيل للعبة بشكل سلبي جدا واعطانا عنه فكرة سيئة مبدئيا تم تقديمه وهو يطلق عبارات عنصرية على الشخصية المرموقة لني وايضا ضربه لبيل ويليمسن بسبب اطلاق بيل دعابة بسيطة عن مايكا بيل وايضا في موقف اخر وتحديدا في اول مهمة مايكا بيل كان يتهجم على امرأة تم قتل زوجها وتم تدمير بيتها بالكامل كان يتهجم عليها بيل يد وغيرها وهذه الشخصية مستقبلا نعرفها كسيدي ادلر لو لم يتم منع مايكا بيل ممكن انه يصل لحد انه يقتلها وممكن ما نشوف سيدي ادلر فشكرا لداتشو ارثر لانهم منعوا مايكا بيل من قتل هذه الشخصية الاسطورية طيب ايش يخلي شخصية مايكا بيل مكروه جدا اكثر من شخصيات اخرى يعني مثلا بيك سموك وغيرهم ايش يخلي مايكا جدا مكروه الان رح اعطيكم بعض الاسباب اول سبب رح يكون مايكا and his personality يعني مايكا دائما دائما كان يتنمر وياذي ويضايق العصابة فقط من اجل المتعة يروح عند الشخص المعين يضايقه بس عشان يضحك عليه في احد اللقطات مايكا بيل يتنمر على خافيير اسكويلا ويطلق بعض العبارات العنصرية عليه وهذا اللي رح يصير بينهم خافيير اسكويلا رح يعطي فلاش يعطيه هد يدمر له جبه ها وسطورتي ولا خافيير اسكويلا ايضا مايكا بيل احيانا يتنمر على ابيغيل ويطلق بعض الايحاءات الجنسية اتجاهها وايضا مايكا بيل ما ساب جاك مورستين الصغير اللي حاله بل انه كان يتنمر على هذا الشيء الصغير ويتنمر عليه بشتة طرق البشهة ماذا تفعله؟ اه لا شيء كيف تريد ان اعطي 1 دولار؟ 1 دولار؟ بالطبع حسنا حسنا اذهب الى اارثر مورغان و 물어�هي عن المعارفة من ان انه قد اضغته سأعطي 1 دولار ماذا تطاقصوا بحدي إي اارثر؟ اتركو البيت وانه ايضا لا تفعل شيئا لكن لما مايكا يتكلم مع دوتش يكون شخص مغاير جدا بل انه يتحول من شخصية عفريتا لشخصية طيبة وشوفوا هذا المقطب اوه انك مايكا بيل انت حنش حنش اللي يعرف معنى حنش اكتب لنا افغانة التعليقات اه السبب الثاني مايكا بيل عنصري اتجاه النساء وما يحترمهم ابدا بل انه يصل الى الاعتداء عليهم سواء كان جنسيا او ببعض الايحاءات الجنسية وشوفوا بعض المقاطع مايكا بيل يعني حتى الحيوان ما سابوا لحاله حتى الحيوان يتنمر عليه صراحة صراحة شخصية مايكا بيل من جول الشيك والله مايكا بيل طالبينه من جول الشيك مع التخفيض كمان السبب الثالث مايكا بيل عنصري حول البشرة مايكا يعامل ليني وتشارلز وخافيير بعنصرية كبيرة جدا بسبب انهم ما هم بيض على سبيل المثال يطلق على ليني وتشارلز واعذروني على الكلمة التالية لكن يناديهم يا الزنوج او يا زنجي وايضا يكلم خافيير سكويلا ويقول له انقلع للمكسيك هذا المكان ما هم مكانك وهذه هي المقاطع السبب الرابع مايكا بيل غير مخلص ابدا مايكا يطلق على نفسه الناجي والولاء ليس الا شيء من الخيال وولاءه لن يكون لاحد ابدا الا لنفسه فقط وايضا مايكا بيل في القصة يذكر انه والده علمه التالي انه الشفقة للضعفاء وانه الولايات المتحدة الامريكية هي عبارة عن جزيرة فيها الكلب يأكل الكلب الاخر بمعنى البقاء للأقوى والأقذر والأجدر السبب الخامس مايكا قتل اطفال كثيرين لا يتعدى عمرهم الاثنى عشر عام مايكا بعد انتهاء عصابة دوتش كول له عصابة صغيرة جدا مكونة من اصدقائه كلي وجو مايكا في احد المواقف قتل طفلة عمرها 13 سنة فقط بينما صديقه كلي حاول بقدر الامكان انه يمنعه لكن هوس مايكا بقتل الاطفال كان كبير جدا مما ادى الى قتل هذه الطفلة البريئة ذات الـ 12 سنة فقط ونقدر نستدل على هذا الكلام بهذا المقطع مايكا بيل كان يصاحب ويمازح دوتش من اجل مصلحته الخاصة مايكا كان يصاحب دوتش من اجل الباونتي او الجائزة على راس دوتش وهي ما يقارب الـ 1000 دولار طبعا لو رحت لاحد مخيمات دوتش بالقرب من مدينة اللي هو الستروباري راح تحصل هذه القصاصة وهذه القصاصة موجود فيها اعلان انه دوتش مطلوب وانه على راسه 1000 دولار زي ما تشوفون في الـ game play فيعني مايكا كان يستخدم دوتش والعصابة من اجل مصالحه واذا اتيحت له الفرصة المناسبة ممكن يعني يستغلها بقدر الامكان وهذا يقودنا للسبب اللي بعده مايكا بيل جاسوس وحنش كبير وثعبان وفار وكل حاجة مايكا بيل كان جاسوس لمكتب التحقيقات للبينكرتن يعني مايكا بيل كان مخبر لما تم القبض على مايكا بيل في مدينة الستروباري كب العشاء كامل عن مخططات العصابة ومخططات دوتش دليل هذا الكلام رح يكون المقطع التالي طبعا ايجينت ميلتن قال انه حنا مسكنا اثنين من عصابة دتش اللي هو مولي حبيبة دتش والهو مايكا استجوبنا مولي عديدة المرات لكنها ما قالت اي شي عن المخططات لكن لما جينا نستجوب اللي هو مايكا بلا الجبان كبل عشاء كامل وقال جميع المخططات اللي دتش كان يخططها بل انه ايجينت ميلتن وصف دتش بانه الكلب المطيع او المخبر المطيع للبينكرتن وايضا وصفه وصف دقيق جدا ايجينت ميلتن وصف مايكا بانه اليد اليمنى في القبض على العصابة وتدمير العصابة بشكل كامل فيعني مايكا بيل كان فعلا مخبر وكان سبب في دمار العصابة واندل على شي فهذا يدل على انه مايكا كان السبب الرئيسي في فشل السرقتين الكبيرة اللي كانت في مدينة الساندينيس اللي هو البنكة الكبير وايضا اللي هو سرقة محطة القطار كلها داهمون فيها الشرطة بشكل مفاجئ كأنهم يعني يعرفون مسبقا اننا راح نسوي اشياء معين او نسرق اشياء معين فالسبب كان مايكا وفضح مخططات دوتش وايضا نقدر نقول انه مايكا كان السبب الرئيسي في قتل خوسيا وليني وايضا سجن جون مورستن وحبس ابيغير فيعني مايكا كان سبب كبير جدا في غربلة العصابة وتفكيكها بشكل كامل السبب الاخير وانا اتوقع انه معظمكم كره مايكا بهذا السبب مايكا راح يقتل ارثر في المهمة الاخيرة مرحبا مرحبا اشتركوا في القناة زي ما شفتوا مايكا القذر الجبان قتل ارثر بابشع الطرق وصراحة هذه خلتني انا اكره مايكا بشكل كبير جدا يقتل اسطورتنا ارثر مورغين بهذا الشكل اخص بس لو اني اخص يا مايكا بس اخص طيب شاركونا اراءكم في خانة التعليقات هل تشوفون مايكا شخصية اسطورية ولا شخصية سيئة واذا كان عندكم اراء اخرى عن مايكا يكتبوا لنا اياها في خانة التعليقات طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هيدز من مايكا بيل يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة